السلام عليكم اهلا بكم حل مشكلة التيك توك لا يوجد اتصال بالانترنت بيكون شبكة الانترنت عندك قوية وبتغلق الهاتف وبتعيد فتحه مرة تانية ومع ذلك برضو المشكلة بتفضل مستمرة معاك هنشوف حل المشكلة دي بازن الله تعالوا نشوف الطريقة اول خطوة بنروح ليه التيك توك نضغط عليه ضغطة طويلة بنروح ليه علامة التعجب او معلومات البرنامج بننزل ليه الاسفل عند مكان التخزين بتضغط على مسح التخزين المؤقت اللي في الاسفل تمام وبعدين بنروح ننزل تطبيق اسمه ساندر في بي ان او تيربو في بي ان اي تطبيق بتضغط عليه بيفتح معاك وبزهرك هنا علامة اتصال طبعا نلغي الاشتراك وبيزهر علامة اتصال وبيتتصل ظهر لك كلمة متصل وبتروح تفتح التيك توك مرة تانية وبشتغل معاك بشكل عادي تماما